موسيقى عشان نفهم هذا الموضوع الكتابة بيتكلم طبعا عن إعلان وهذا الإعلان أو الاكتشاف خلينا نبسط الكلام أنه لما بنتكلم عن سر من أسرار يعني عجيبة جدا اللي العقل شوية الطرابة اللي موجودة هون صعب يستوعبها اللي بنسميها سر التجسد نعم ففي سر التجسد نحن نحاول نفهم طبعا طبيعة الله طبيعة اللهود وبنفس الوقت في التجسد نحن نحاول نفهم شخص الله من خلال معاملاته معنا كبشر كإنسان الناسوت نعم التجسد حقيقة مذهلة لأنه الغير مرئي أصبح مرئيا والغير ملموس لأنه في طبيعته روحية الله روح أصبح ملموسا بدون أن يفقد طبيعته نعم عشان كده أحلى كلمة تجال عن التجسد أن الله ظهر في الجسد عظيما هو سر التقوى نعم الله ظهر في الجسد في كلمة في يحن 1.14 الكلمة صار جسدا في البعض بيعتقد بسبب كلمة صار أنه تحول إله فلأنه تحول إلى فهو فقد كيننت أو جوهرك الكلمة كأقنوم لهوت تمام فتحول إلى إنسان وهذا مفهوم خاطئ هو الكلمة صار جسدا أن يتخذ لنفسه جسدا في ملء الزمان في ملء الزمان نعم لأنه صار يعني مش تحول نحن طبعا نرفض هاي الفكرة لأنه برضو منحدد الله كان صار وتغير نعم والله هو غير متغير نعم